موسيقى السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن بعض الأعراض الجسدية التي هي ذات منشأ نفسي ويختلط الأمر عادة على الناس ويلجأون لفحوصات كثيرة هي مضيعة للوقت والمال وأحيانا بصن المريض بعد دورة طويلة على عيادات متنوعة عيادات قلبية عصبية أحيانا حتى العينية هضمية تستغرق شهور وسنوات وقد يلجأ البعض لفحوصات متطرفة منها تنظير هضمي أو إجراء قطرة قلبية للأسف الشديد أن هذا يزيد معاناة المريض ويزيد الكلفة عليه من الأعراض الشائعة مثلا بالنسبة للجهاز القلب الوعائي بحالات القلق والتوتر ممكن يزداد النبض عند المريض يصير عنده أحيانا تسرع نبض مثلا بحالة نوبة الهلع مثلا ممكن يزداد نبضه وبالتالي المريض يشعر بخوف شديد أنه ممكن يكون عنده مرض قلبي أو إلى آخر ما هناك أحيانا قد التوتر يسبب ارتفاع طفيف بضغط الدن فالمريض إذا اعتقد أنه عنده ارتفاع هو بالأساس قلق وبالتالي بلش يقلق أنه عنده مرض قلبي وهذا بيزيد الطيم بله هناك أعراض هضمية شائعة مثل حالات لو فرضنا في ناس يعانوا مصعوبة بالبلع حتى هي غالبا لذات منشأ نفسي نتيجة تشنج المري مشاكل بالمعدة شكل ما أشكال أحيانا تطبل بالمعدة حموضة من الأشياء هو موضوع القلون العصبي أنا أكاد أن أجزهم أنه كل المرضى اللي يعانون من القلون العصبي هم لديهم حالة من حالات القلق وعليهم مراجعة الطبيب النفسي لأنه القلون هو عرض لحالة قلق وليس مرض بحد ذاته ما في مرض بحد ذاته اسمه القلون العصبي من الشكاول كمان الشاعي حالة الآلام الهيكلية قد يكون ألم سواء صداع أو ألم بالرقبة بالكتاف ألم الرقبة قد يكون شديد لدرجة أن المريض يعتقد أنه عنده إصابة بالفقرات آلام بالظهر حتى أحيانا الآلام بالمفاصل قد يكون بسبب نفسي خصوصا عند كبار السن كبار السن عند المثل الاكتئاب عند كبار السن هو غالبا يظهر على شكل أعراض جسدية أكثر من أنها نفسية آلام متنقلة بمكان الآخر لا يوجد تفسير منطقي يعني طبي منطقي لهذه الآلام مثلا أحيانا في ناس تستغرب أنه قد يكون عنده مشاكل بالرؤية لأن القلق شديد يسبب شكل مشكال الغباش بالرؤية أو تشوش الرؤية اللي هو بعد ما يروح عن طبيب العيون غالبا طبيب العيون لا يجد مشكلة لديه وبالتالي تفسير هكذا عرض هو أنه لديه أحد المشاكل النفسية وخصوصا القلق قد يسبب بذلك طبعا هناك أعراض أخرى هي أقل شيوعا بس حاليا إحنا حكينا عن الأعراض الأكثر شيوعا اللي أنصح أي شخص لديه أي أعراض من الأعراض اللي ذكرناها أنه لا بأس أنه يبحث عن استشارة ويلجأ الطبيب نفسي حتى يتأكد أنه حالته ليست جسدية وإذا كانت ليست جسدية وبالتالي سوف يتلقى العلاج المناسب لذلك